أهلا بكم من جديد إذن معركة باخموت تستنزف طرفي نزاع أوكرانيا وروسيا فكيف تسعى إلى تأخير زحف القوات الروسية نحو مناطق دونياتسك فيما تحقيق انتصار في باخموت بحاجة إلى رفع الكرملن معنويات جيشه الذي تتثاق الخطاه على جبهة القتال ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قائد مجموعة باغنر ويتحدث عن الوضع الصعب الذي يواجه الجانب الروسي في باخموت برأيه فإن البيرقراطية وقطع الذخير عن قواته عاملان يسهمان في تأخير نصر روسي على الجبهة الشرقية الأوكرانية انتقادات قائد باغنر المتكررة واتهام وزارة الدفاع الروسية بالخيانة يقابلهما استياء من جانب الكرملن حسب ما كشفت مصادر لتعود وتؤكد باغنر أن القيادة الروسية قطعت جميع خطوط الاتصال معها ما منع وصول الأسلحة وذخائر إليها لكن صورة الجيش الروسي أضحط على المحك ومهددة من جانب مجموعة باغنر التي تروج لقوتها في مقابل عجز ثاني أو عجز ثاني أقوى جيش في العالم عن حسم معركة في منطقة صغيرة وهذا الأمر أدى إلى نوع من القطيعة مع هذه المجموعة بالرغم من حدة المعركة في الجانب الشرقي من أوكرانيا إلا أن الجيش ومن ورائه القيادة الروسية يسعى إلى تحجيم قوات فاغنر وقطع الطريق على قائدها في المستقبل للحصول على أي منصب سياسي بحسب ما تشير تقارير غربية على طول خط المواجهة حول إقليم دونباسا الأوكراني الذي أعلنت روسيا ضمه في أواخر سبتمبر الماضي تأخذ القوات الروسية والأوكرانية قتالا شرسا وبطيئا في شرق أوكرانيا هنا في بخموت تدور حرب شوارع حقيقية على كل شبر وبينما تحول قوات فاغنر الروسية تقدم لسيطرة على قلب المدينة الاستراتيجية تتمسك القوات الأوكرانية بالدفاع عن شوارع المدينة التي تحيط بها القوات الروسية من الشرق والشمال والجنوب هنا في وسط مدينة بخموت حيث تتراجع المعدات الثقيلة مثل الدبابات تصبح المعارك على كل متر إذ تضغط القوات الروسية لطرد الأوكرانيين من وسط المدينة والوصول إلى الحي الحكومي في غرب بخموت بينما يحاول الجيش الأوكراني صد الهجوم الروسي بالمقابل تحاول القوات الأوكرانية ضربة جمعات القوات الروسية في منطقة بلغرود إذ أعلن حاكم منطقة بلغرود الروسية المتاخمة للحدود عن إسقاط قوات الدفاع الجوي أربعة صواريق أوكرانية استهدفت المنطقة وتعد هذه ثاني هجمات أوكرانية على بلغرود الروسية خلال أقل من أسبوعين وفي الجنوب أيضا تستهدف القوات الروسية مدينة خرصون الاستراتيجية إذ استهدفت موسكو الطريق الذي يربط مدينة ميكولايف بمدينة خرصون عبر قصف بالمدفعية استهدف تجمعات للقوات الأوكرانية وعلى امتداد الجبهة لا يبدو أن الوضع العسكري قد حسم بعد وبينما تحاول أوكرانيا ضربة تجمعات الروسية في بلغرود تسعى روسيا لحرمان القوات الأوكرانية من نقل العتاد والقوات من الجنوب إلى الشمال ظهرت عام 2014 وشاركت في عدة معارك خاضتها روسيا لنتعرف بتفصيل أكثر إلى مجموعة فاغنر الأمنية الروسية من فكرة تأسيس شركة قائمة على تقديم خدمات أمنية إلى رحلة الانخراط في صراعات داخل أكثر من 18 دولة حسب تقارير أمريكية إنها فاغنر الروسية لمؤسسها الضابط السابق في جيش الروسي ديمتري أوتكين الذي اختار اسم فاغنر تيمنا باسم الملحن المفضل لهتلر قبل أن يرتبط اسم المجموعة برجل الأعمال الروسي يافيجيني برغوجين الملقب بطباخ بوتن تتبع خيوط المسؤولين عن هذه الشركة يبين ارتباطها المباشر بالكريملين كما أنها أضحط يد موسكو الخفية للتدخل الخارجي من دون ترك بصمة رسمية كما تقول دول غربية لا تركز المجموعة على تجنيد العاملين السابقين في الجيش أو الاستخبارات الروسية فحسب ففي ظل توسع رقعة العمليات لجأت لتمشيط السجون الروسية وتحويل متهمين ومجرمين فيها إلى مقاتلين في صفوفها 2014 عام ظهور فاغنر حينها ساندت المجموعة القوات الروسية على الأرض في العمليات العسكرية داخل أقليم دومباس وكذلك في ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا رغم أن الكريملين نفع علاقته بالمجموعة إلا أن نجمة فاغنر سطع في منطقتين الشرق الأوسط وأفريقيا خلال منتصف العقد الأخير مناطق صراع مثل سوريا وليبيا إضافة إلى وسط وساحل أفريقيا كانت شاهدة على حضور المجموعة أكان بهدف القتال أو التنسيق مع حكومات وأطراف لحماية منشآت حيوية ومناجم ومواقع الثروات الطبيعية غير أن هذا الانتشار الواسع سرعان ما تقلص بعد انطلاق الحرب الأوكرانية ورغم عدم وجود أعداد دقيقة تتحدث الاستخبارات الأمريكية عن نشر أكثر من خمسين ألف مقاتل من فاغنر على جبهة القتال في أوكرانيا من أجل تخفيف الضغط عن القوات الروسية وتشير تقارير إلى حصول مقاتلي فاغنر في الحرب الأوكرانية على نحو عشرة آلاف دولار شهريا بعدما كان يتقاض الفرد ما بين ثلاثة وخمسة آلاف دولار شهريا عشرات آلاف المقاتلين جندتهم بابنر للقتال في أوكرانيا هذه المجموعة التي كانت آدات لروسيا الخفية للتدخل في مناطق نزاع في العالم أصبحت فصيلاً أساسياً يقاتل إلى جانب الجيش الروسي في الكثير من المناطق الأوكرانية إفغيني بريكوجين أو كما يطلق عليه طباخ بوتين يسرق الأضواء من القوات الروسية على الأرض ويصبح حديث الأعلام ولسيما بعد انتقاده المستمر لقيادات الجيش الروسي ولكن قبل الدخول في تفاصيل انتشار قوات فاغنر وأعدادها نستمع إلى ما قاله يفغيني احسابت تبسى استمع إلى المشخص تساعد الواقع احساب كل ما دائم الحليظات کتنون تمامون كل ما تفعله كل ما يهام والذي بالقعد أيضاً لا يفكرون لكن وزكاتوا пальцы. وزكاتوا الظلاثة وزكاتوا الظلاثة. وذلك يجب أن تذهب إلى إذنك وإذنك. إذن بالرغم من امتعاض الكراملن من الانتقادات العلانية لقائد فاغنر. إلا أن الأخير واصل كشف المشاكل التي يعاني منها الجيش الروسي. ولا سيما البيروقراطية وأزمة اتخاذ القرارات التي تسهم في تأخر تقدم القوات الروسية. بعيدا عن هذه التصريحات. كان حضور فاغنر واضحا في خريطة المعارك داخل أوكرانيا. فمنذ بداية هذه الحرب وضعت المجموعة بصمتها في معارك ضواحي كيذ. ولا سيما في بوتشا. واستتهامات لها من جانب الاستخبارات الألمانية بارتكاب مجازر بحق المدنيين. انتجار فاغنر كان أكثر فعالية في الجانب الشرقي من أوكرانيا. فدخولها على خط المعارك سهم في سيطرة روسيا على لوغانسك. وتقدم على محاور القتال في دونياتسك. فيما التقارير تتحدث عن تجنيد أكثر من خمسين ألف مقاتل في المجموعة. لكن المعركة الأبرز حاليا تدور في باخموت كما نعلم. التي شبهت تقارير أمريكية معاركها بمفرمة اللحم. نسبة لعداد القتل الذي لا يتوقف على مدار الساعات. تقول فاغنر إنها تحرز تقدما وتمكنت من الوصول إلى النهر الذي يقسم وسط المدينة. بعدما كانت قد استولت على الجزء الشرقي منها من مدينة باخموت. ليفاغنر خبرة قتالية متراكمة على مدى السنوات الأخيرة. كما أن لديها طائرات وقادفات صواريخ. إضافة إلى أسلحة متوسطة وثقيلة مثل الدبابات. وهذا ما يفسر اعتماد الكراملن على هذه المجموعة. فيما تقول التقارير إن رطلن ليفاغنر توجه إلى زابروجيا. وسط مخاوف من فتح جبهة جديدة هناك. لتخفيف الضغط عن الجبهة الشرقية. أفتح باب النقاش. ونتحدث أكثر عن هذه الخلافات التي تتحدث عنها تقارير بين مجموعة فاغنر الروسية والسلطات الروسية في موسكو. وتأثيرها وتداعيتها على المعارك في الحرب الأوكرانية من موسكو. ينضم إليه السيد جريغوري تروفيم شوك. خبير في السياسة الخارجية الروسية والأمن والدفاع من موسكو. ينضم إليه السيد أليكساندر أرتامانوف. خبير في أشؤون العسكرية والاستراتيجية. مرحبا بكم. سيد أليكساندر أبدأ معك. ما حقيقة انقطاع الاتصال بشكل كامل بين قوات فاغنر والسلطات في موسكو؟ ما دقة هذه المعلومات؟ لو سمحتم ممكن أن تعيد السؤال مرة أخرى لم أسمعه. سيد أليكساندر اليوم هناك تقارير تتحدث عن انقطاع التواصل بشكل كامل بين مجموعة فاغنر والسلطات في موسكو. حتى أن قائد المجموعة يوغيني بروغيجين يتحدث عن ذلك ويقول هناك انقطاع للاتصال. ما دقة هذه المعلومات؟ الاتصالات في أي حال من الأحوال تبقى بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي. لأنها اليوم هي جزء من العملية العسكرية الخاصة. ومجموعة فاغنر ليست مجموعة من المرتزقة. وإنما تنفذ مهام عسكرية على محور باخموت. وهم لا يستطيعوا بتاتا أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم. وبدون تلقي تعليمات من الجيش الروسي أو الحصول على الوقود والدخير وما إلى ذلك. والقائد العملية في باخموت والعملية بمشملها تحت قيادة الجنرال جراسموف. وهو من يحدد لسيد بريغوجين ومجموعة فاغنر ما هي المهام. وهذه مجموعة فاغنر تخضع لتعليمات السيد جراسموف. ولذلك لا يجوز هنا الاعتقاد أن السيد بريغوجين لديه حكم ذاتي وسلطة ذاتية في التصرف بما يفعله في منطقة باخموت. نعم هذه عملية عسكرية صعبة جدا. ومقاتلي ينفذونها المهمة على أكمل وجه. سيد جريغوري في الفترة الأخيرة قائد مجموعة فاغنر يشتكي كثيرا من قنوات الاتصال بشكل عام بينه وبين السلطات والمسؤولين العسكريين في موسكو. وأيضا يتحدث عن نقص في الذخيرة. يتحدث عن تراجع في الدعم بشكل أو بآخر من قبل السلطات في موسكو لمجموعته. رغم أنه يقود جبهات رئيسية وأساسية في الشرق الأوكراني على الأرض. ما دقة هذه الشكاوة؟ ما حقيقة العلاقة اليوم بين مجموعة فاغنر والسلطات في موسكو؟ وهل لدى الكريملين اليوم مآخذ حقيقية من مجموعة فاغنر؟ وما هي؟ إذا الخلافات بين وزارة الدفاع ومجموعة فاغنر هي ليست بالخلافات الكارثية. وعندما قلنا هذه الانتقادات والخلافات تبقى في إطار العمل. ولكن هناك البعض من يحاول أن خروج عن السيطرة. لكن هذا الأمر لم يحدث لغاية الآن. لأن مجموعة فاغنر تنفذ المهام العسكرية التي وضعت أمامها بأوامر من القيادة العسكرية وقيادة هيئة الأركان. وهذه التعليمات والأوامر هي من وزارة الدفاع. وما ينفذها مجموعة فاغنر هي تعليمات وزارة الدفاع. ولذلك فإن هذه الخلافات وأن كانت موجودة لا تحمل طابعا عسكريا فحسب. وتحمل أيضا طابعا إعلاميا. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يحق لعناصر وقادة مجموعة فاغنر أن يطرح الأسئلة الأكثر الحاحن حول ما هي والمشكلات التي تعيق وصول الذخائر والقضائف اللازمة لمجموعة فاغنر. يبدو أن وزارة الدفاع لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها وواجباتها اتجاهها مجموعة فاغنر. وإيصال ما يلزمها بالحجم والكم اللازم وفي الوقت اللازم لمجموعة فاغنر من أجل تنفيذ المهام العسكرية. أنا لا أعتقد أن الوضع سيخرج عن السيطرة. ولكن هذه المشكلة تتمثل في نقص الذخائر والقضائف. وإذا ثبت فعلا أن هناك نقص بهذه الدخيرة. وزارة الدفاع لن تعترف بهذه الحقيقة. ولذلك فاغنر تقوم بإعلام الرأي العام عن هذه المشكلة. وتحاول طرح هذه المسئلة على الرأي العام. وبهدف توفير ما يلزم لأن مجموعة فاغنر تستشعر المسؤولية التي تقع على عاتقها في تنفيذها المهمة. ولكن يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة. هناك احتمال لهذا الأمر. لأن هناك من يتحدث عن تشكيل الجيش يعتمد على روح معنوية وإيدولوجية معينة. وهذا قد ينعاكس سوءا على خط الجبهة بأكمله. وطالما مجموعة فاغنر تتحدث عن هذا الأمر. فإنه من الأفضل تصرف من أن يكون مستقبلا مفاجأة لوزارة الدفاع والقيادة الروسية بشكل عام. سيد أليكساندر لأي مدى تحمل مجموعة فاغنر اليوم مسؤولية عدم وصول دخيرة إليها؟ يعني الوزارة الدفاع الروسية هل تعتقدون أنها تقصر؟ يعني هي مقصرة في هذا الإطار؟ ولأي مدى تعتقد أن هذا التقصير إذا كان حاصل بالفعل سيؤدي إلى كما وصفها سيد جريغوري الخروج عن السيطرة. ربما انسحاب مجموعة فاغنر من بعض الجبهات أو التمرد. ربما خرق لبعض الاتفاقيات العسكرية والتكتيكية التي ذكرتها قبل قليل. وقلت أن مجموعة فاغنر تسير وفقها بتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية. انظروا بأي حال من الأحوال يجب أن نقول أن مجموعات ومقاتل فاغنر هم مقاتلين محترفين. واستطاعوا أن ينتصروا على القوات الخاصة الفرنسية في مالي. وهم لديهم الخبرة متراكمة في إدارة المعارك والعمليات القتالية. وأنا أقول لكم أنهم مقاتلين من النخبة. مقاتلين لا يستسلمون إلا نادرا. وهذا هو شعارهم يفضلون الموت على الاستسلام. وأما لا يمكن أن نتحدث أن مجموعة فاغنر يمكن أن تترك مواقعها أو أن تخرج عن السيطرة. وأريد أن أقول أن السيد يفغيني بريغوجين الذي يرأس فاغنر. فاغنر حاصل على ثلاث مرات على أعلى وسام في روسيا. وهو بطل روسيا. وبالتالي ينفذ التعليمات والأوامر بحذافيرها. وبريغوجين لا يتهم وزارة الدفاع أن وزارة الدفاع لا توفر له الذخيرة. هو ينتقد التخصير في توفير الكمية اللازمة. وهذا فرط. ووزارة الدفاع قدمت تقريرها حول عدد الذخيرة والقضايا التي قدمتها لمجموعة فاغنر. وحسبت كم تحتاج المدفعية وكم تحتاج سلاح الدبابات والمدرعات. وبالتالي رأت أنها سلمت مجموعة فاغنر ما يلزم بمعايير الاستهلاك اليوم لهذه الذخيرة. ولكن سيد بريغوجين يطالب بالمزيد والمزيد من الدخيرة. وهذا ترفضه وزارة الدفاع. ولا تسمح بالاستخدام المفرط للدخيرة. سيد أليكسندر. بريغوجين اليوم بحديثه عن انشقاق وعن جيش جديد في عقيدة أيديولوجية جديدة. هل يرسل رسالة إلى الكراملين؟ هل نفسر هذه التصريحات بهذه الطريقة؟ لا لا أنا لا أستطيع القول. ذلك أن الروح المعنوية للمقاتلين هي ورفع هذه الروح المعنوية هي مسألة أساسية لروسيا اليوم. لأننا ننتقل بالأمس كنا في وضع السلم واليوم في وضع الحرب. ويجب إعداد النفسي للمقاتلين ورفع الروح المعنوية. وإذا ما سمعنا خطاب القائد الأعلى القوات المسلحة الروسية الرئيس بلاديمار بوتن فهو تحدث أنه يجب قلب وتغيير الأمور من هذه الناحية. ولكن السيد بريغوجين يعبر عن نفس الرأي. ولكن بحدة أكثر وباستخدام التعابير والفاض أخرى. وأنا أقول لكم أن غلبية الشعب الروسي يدعم مجموعة فاغنر ويعيدها. وأنا لا أرى في هذه التصريحات أي ثورة أو تصعيد. وكل ما يريد أن ينفذ بأسرع وقته أن يحسن هذه المعركة. وهذا هو الفرق فقط. سيد جريغوري برأيك ما أسباب عدم تجاوب وزارة الدفاع والكراملن مع نداءات رئيس مجموعة فاغنر؟ تحديدا من نسبة لكمية الذخائر التي تحتاجها المجموعة اليوم. ما سبب؟ نحن لا نستطيع أن نعرف عمق الخلافات والتمحيص في هذه الأرقام التي عرضتها وزارة الدفاع. هي تحدثت عن معايير وحصة معينة ومحددة للدخائر والقضائف التي يمكن تسليمها كل يوم. ولكن هناك قادة عسكريين ميدانيين يتحدثون أكثر صراحة من وزارة الدفاع. وهم يقولون أن عملية توزيع الأسلحة والذخيرة والقضائف توزع بشكل مغاير بين التشكيلات العسكرية. ولكن في المحصلة يتم إيصال نفس الكمية لنفس العدد من الوحدات العسكرية والتشكيلات. ولكن هناك أماكن لا يستطيع أحد أن يجادل حولها. وما يقال هنا تحتاج بجمعات فاغنر لتحقيق اختراق أكبر إلى عدد أكبر من القضائف. ولكنني مع ذلك لا أعتبر أن الخلافات وصلت إلى حد تشكيل جيش بإدولوجيا جديدة. وإنما يمكن أن نقول عن جيش ثوري. علينا أن نقول هنا أن مجموعة فاغنر ليست بذلك الجيش أطمانف. الذي شارك قبل مئة عام على أراضي أوكرانيا في نفس المنطقة التي تساهم فيها اليوم مجموعة فاغنر. والسيد بريغوجين لم يظهر من العدم ولم يظهر صدفة. وهذه المسائل حسب ما أعتقد يجري حلها الآن خلف الكواليس. وبمشاركة وزارة الدفاع ومجموعة فاغنر. لأن كلاهما يقول لا نستطيع عرض كل الحقائق والأدلوة والأرقام. لأن الجدول الذي عرضته وزارة الدفاع قامت بطمسي وشطب بعض الأرقام لكي لا تظهر. وهنا لجب أن نسأل ما هي القضائف التي أخفتها وزارة الدفاع وأخفت أرقامها. علينا أن نطرح السؤال ما هي القضائف التي لم يتوفر لمجموعة فاغنر. وما هي القضائف التي لا تتوفر اليوم في الجيش الروسي. وإذا ما ظهر هذا كله إلى السطح فإن هذا سوف يضرب هيبة وصورة الجيش الروسي. ويخرج الأمر عن السيطرة. أشكرك جزيل. أشكر سيد جريكوري تروميشوك. أو تروميشوك. خبير في السياسة الخارجية الروسية والأمن والدفاع. أشكر موصول يا سيد أليكساندر أرتامانوف. خبير في أشؤون العسكرية والستراتيجية. شكرا جزيلا لكم. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميراش غازي.